للأسبوع الثاني على التوالي يستمر نحو 80 ألف مصل بالتوافد يوميا إلى البلدة القديمة لأداء صلوات التراويح في المسجد الأقصى وكانت شرطة الاحتلال خلال هذا الأسبوع قد اقتحمت ليلا المسجد واعتدت على المصلين المعتكفين فيه وأخرجتهم تحت تهديد السلاح بذريعة أن الاعتكاف مسموح فقد خلال الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل وخلال هذا الأسبوع بدأت منظمات الهيكل اليهودية المتطرفة بعمليات تحشيد للدعوة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الثامن والعشرين من رمضان وهو اليوم الذي يحتفي فيه الإسرائيليون باحتلال القدس الشرقية وضمها وفيه يقيم المستوطنون مسيرة حاشدة داخل البلدة القديمة بينما صرحت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستمنع الاقتحامات للأقصى في هذا اليوم تحسبا من اشتباكات بين المصلين المسلمين والمتطرفين اليهود بينما استمرت خلال الأيام الأولى من شهر رمضان اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان تظاهر عشرات الناشطين المقدسيين أمام مقر الاتحاد الأوروبي في حي الشيخ جراح بالقدس احتجاجا على موقف ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد فدريكا موغريني التي طالبت بوقف إطلاق القضائف الصاروخية من غزة وصفة الإسرائيليين بالضحايا فيما طالب الناشطون الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف صارم من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والحصار المفروض عليها وفي الذكرى السنوية الأولى لنقل السفارة الأمريكية أعرب الإسرائيليون عن خيبة أملهم من عدم نقل سفارات دول أخرى للقدس رغم التصريحات المتتالية التي أطلقتها بعض دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والتي شهدت مؤخرا صعودا لقوى اليمين المتطرف إلى الحكم لبرنامج القدس إيمان جبور قناة الغاد